عارفين هذا الكلام؟ يا أخوانا، يا ماجورين، يا عملة، عارفين هذا الكلام تماما لكن تعتقدوا تسليم المجرمين الى المحكمة الدولية الجنائية سيدخل البلد في كارسة، وانتو دارين الكوارس للبلد، ما دار الله الخير والله ما دارنا الخير للبلد دي، دارين تدخل الكوارس للبلد، دارين ملفات البلد السرية كلها تمشي لدول الغرب، زي ما سرب العميل القرب صلاح قوش سلما، أسع عليك الله أنك مجد كوس، مجد كوس عديل، ولكن مجد حركة مسلحة، ولكن مجد دعم سريع لكم مجد جيش كنت معهم، ومصور لهم أي كبيرة وصغيرة، واختلفت معهم، أمشي أسرب أودها للدول العالمية؟ والله ما أودها والله ما أودها، والله ما أودها، والله ما أودها، لأنه دب تهز الوطن، لأنه دب تأسر فوق الوطن، لأنه دب تدمر الوطن زي ما فعل صلاح قوش اللعبر القرب، سلم الأشرد حقت أخوانا الكيزان المجرمين، سلمها، والسعوديين بيبسوها، والأماراتين بيبسوها، والعالم بيبسوها، والكلام ده حيسبب فتنة للبلد، وحيدمر البلد، ما نظرتوا للكلام ده؟ ما نظرتوا للكلام ده؟ مفروض أي مجرم، إنت عمر البشير، نقتل، إنت قوس قال، نقتل في الميدار العام، والملفات السرية تنتهي معه، وتنتفين معه، عشان ما تدمر بلدنا يا نص، ما تدمر بلدنا إذا كنتوا حارصين على البناء، ولكنكم حارصين على الهدم، لكنكم حارصين على دمار البلد، لكنكم حارصين دارين تبقوا البلد دي، زي رو، لكن تفهم القنام دي يا أخوانا يا عمر، وحمدوك بخلقا كبير، شغال ليل ونهار ده أن تدخل البلد دي تحت الأمم، ولم تفهم الأمم المتحدة تحت الأمم المتحدة، هذه الأمم المتحدة حل تشعب العالم، الأمم المتحدة حلت مشكلة للشعب السوداني، كده، ولن يجل عليك الله ليساعم تتمنى الاستعمار، إنتوا الرجال تواسي الرجال يا حكومة الخوازيك يا حوانا يا عمر، إنتوا الرجال الرجل السوداني، الرجل المحب لوطنا، من يعرف مجرم أو شريف، لا تتمنى الاستعمار يا أخي، لا تتمنى الاستعمار بعدها، هناك مشارقين في حكومة او مواصدين فوق القضاء، ولا تكون Bruks background إنما لحكومة متى غير القضى ذاكت خير القضاء ان شاء الله قالت تجيبون خوايات رأي قضي اهل أن تغيره؟ قلل بغيره ملاقى ذاته؟ والله انه ما عندنا قضرات طيب مشاركين لشنون فق الحكمة؟ ما عندك قدرة مشاركين في الحكومة عليه؟ مشاركين في الحكومة ليه اغنعوني؟ واحد في ائتنين متى تغير القضاء ذاكت وتبلو اي قص خالتك وتتشارك في الحكومة شنون ماذا؟ دوروا اللي حهاي خالطكم تشاركوا في الحقوبة WHEN YOU'IT XX achtk معناه تدارين تشاركوا في دمار السودان crossingini معناه تدارين تشاركوا في تحفر assembly ليسرائيل وتسلموا ليسرائيل امريكا وتسلموا ليgehم السودان مات فقط باه ادوما من كل سودان كوردوان ومن داررفوره ومن الشريكβanchusement الشمالية ومن الجزيرة ومن Hunirah الابيض ومن vin نيل томn reãhi ماذا تفيد سودان من أجل سودان مع الخواجل الأبعين حصلوا وماتوا مع المصريين وماتوا مع الأترا من أجل السودان هذا إن تقسم السودان تبقى دخل السودان وفق حرب أهلية ونفق دخول السودان وفق كارثة والله لا ممن من 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 خلوك يا مجرمين يا مارغين لأن التعامل الفوق كل خطأ ومرفض كل الماء من السنة كشعب السوداني لا يتم سنة لأنكم مجرد خواجل جوع جواعتونا عطش عطشتونا تشري شر التونة ولسا لا قادرين تدوروا قضاء ولا قادرين تحاسبوا كوس ولا قادرين تأمنوا البلد ولا قادرين تندمجوا ايتوا حتى السياسينا الان في حكومة واحدة ما قادرين تندمجوا في حكومة واحدة ما قادرين تندمجوا في حكومها بل اجتماعتوا مجموعة من العصابات ومجموعة من المرتزقة والخوانة والعملة واي يزال بحفر للتاني واي يزال بروش التاني واي يزال بحفرها للتاني ما قادرين تحفروا من اي المصالحكم الشخصية. بتحفروا من اي التدمير الوطن. ده الان الحاصل. ده الان الحاصل. كالردوث هو قنعباته يا نص. الطريقة دي مبتلي. مبتلي ولا بتمشي لنا. ولا بتمشي لنا. ولا حانا اقبل بها افدا. ما حانا اقبل بها. امنوا لنا البلد دي اول حي. امنوا لنا البلد. كلكم عملوا ارضا سلاح. كلكم اندمجوا فيجاز واحد وبوليس واحد. كلكم اجتهدوا وقعوا سلام مع الحركات التي لم توقع سلام حتى الان. وبعد ذلك امنوا لنا البلد. امنتوا البلد فل. بعد ذلك تسلموا البشير تقتلوا في السودان على كيفكم. ما بكون في ذلك شاية السلاح. لا معارض ولا في الداخل. ما بكون في ذلك شاية السلاح. الا وانتم بس البتتوحدة في نفسكم. لاننا شفنا في سقوط البشير تم قتل ناس. الليلة ده جهاز الامن ده كلهم كلهم كلاب. وكلهم مجرمين. ما فيه متنازل. الجيش نفس الكلام. كل المعاشة ستعادة عشكرية نفس الكلام. لكن لما البشير سقط في ناس. منا المواطنين. ولكن من دسين. انا ثاني مبهن مني. ان دخلوا مكان تبجازة الامن والبوليس. قتلوا الناس وطقوقوا الناس وحرقوا المعسسات. نفس الكلام ده اللي لكن عملتوه. الكيزان حيعملوا نفس الكلام. وربما في ناس مندسين رافضين السلام. او في ناس مندسين ما دايرنا السلام. عديل. لانه ممكن ضايقهم فوق المحاسسات. وممكن ضايقهم فوق المعسسات. وفي ناس ممكن عندهم نظرة اخرى ممكن برضو يساعدوا الكزام في الحريق وفي الدماء في اي حاجة. يساعدوا. طيب نحن نحرك وطنا. نحن وطنا دين فلت. ويتو غيرين كنا سودان دين فلت بطن بيزبيت. ما بيزبيت. ما بيزبيت. اتحداكم الان. وبرهان رفض. وكباشي رفض. وياثر العطا رفض. قالوا البشير ممنس الامان. اتحداكم. كن ارجل منهم كلكم. والله اتحداكم باقي العسكرين ديركم وباقي الحركات المسلحة الدعم السري والاحزاب. اتحداكم ما بتقدر السلم البشير. برهان رفض وكباشي رفض. وياثر العطا رفض. والله اتحداكم ما بتبقوا ريال السلمين. اتحداكم. اتحداكم. اوكين قلتوا ذلك تستخدم العنطانية بعيد عن صوت الحق. بالمناسبة برهان وكباشي ما ارجل من باقي الناس التانين ديلك. ما ارجل من الحزاب ولا ارجل من الدعم السريع ولا ارجل من الحركات الوقعة على السلام. طيب. بل ازال لاجلو. ده المرافضين. انت بتقدر تجهيل البشير دي بتسلمه. بحاربوك ولا ما بحاربوك. الله يحاربوك. وطيب كنا حاربوك. وصلنا لاجلو. وصلنا لخراب. وصلنا لدمان. بيكون صراع. يعني خلاص ده المخطط الدائر انه يقرع. يا تجربية نفس القرنجة. ها? يا تجربية نفس القرنجة. يعني ندفع التمن قرابة البلد. ندفع التمن حربة اهلية. ندفع التمن السودان وخش لورطة. ندفع التمن بلدنا تلمزع. ها? ما دي لسي رفضه. خلي حميتي. والحركات الوقع السلام والحزاب. وقولوا ان احنا بنسلم. برهان وكباشي واسرعطان رفضه. خلي الباقين دي لك. وقولوا ان احنا بنسلم. خلوا من سلورة يا لسلموا. البلد دي بتقول لي حرب. البلد دي بتقول لي حرب. يا ناس. لان التسليم ما متوافقين فوقه. واي زول حيسر قوتل الاخر. والضايع المواطن والضايع الوطن يا ناس. هوي اخاف الله فوقنا. اخاف الله فوقنا. يجيب الحكاية تكون مرتبة. ويجب الحكاية دي تكون مخططة. ما تسليم امسك لا يقطع عليه. عشان تدمر السودان. وعشان تقول لي حركة كفانة حروب والله. زيجنا من الحروب دي. زيجنا من الحروب. زيجنا من الحروب وبين الحروب. وده كلام فارق. وده كلام ما بيقدمنا. ما بيقدمنا نهاية. خلونا نتوافق. خلونا نوقع سلام مع كل من. الاطراف التي تحمل السلاح. خلونا نصل لتوافق. ونجرد كل الكيزان من الاسلحة. ونجرد كل مليشيات من الاسلحة. خلونا نصل لتوافق. بعد ذلك نسلم البسير نقطع رقبته. نحن من غرر كشعب السوداني كلنا. بما فيهم المواطن السوداني بشكل عام. من شماله الى شرق الى جنوب الى غربه. يجي ويقول رايه. ويجي ونتوافق على حاجة. نسلم النظر ولا نقطع رقبته. لكن مجيها واحدة بس. لا هاي. ما جيها واحدة بس. اقعدوا بس. لا لا لا. كده معناتي انه كشعب السودان انقسمنا. لانه حاليا في ناس بقولك. ده الله هاي. بس. في ناس بقولك. انحاكموا هنا بس. نحن معناتي نقع في صدامات. بين الناس الله هاي بس. وناس يطع رقبهم في السودان بس. حنقع على صدامات خسم بالله. صدامات عسكرية وصدامات شحبية. حنقع الكلام ده. وحنصر في الكلام ده بالمناسبة ليه يعني ليه ليه Giant ليه مقدري نصل ،لا يعمر تبلا لكم تربية خوانة قد تضيعوا البلد لكن البلد ما بتضيع البلد ما بتضيع ان شاء الله بيزنا المولو عزوجيه ما هاتضيع البلد ما هات بضيع ما تضيع بسبب العملة بسبب الخوانة ولا ت sticking زو لهاww زو لهاвол فيكم بمثله شعب السوداني ماف لا حكومة ولا عزكارة ولا معارض لا حزاب ما بتمثل الشعب السوداني. بيتمثلوا نفسكم بس. بيتمثلوا شخصيتكم بس. بيتمثلوا القطيع التابعي لكم بس. ما بتمثلوا الشعب السوداني. في قرارات كده بتحتاج تدخل الشعب السوداني. لان شعب السوداني الان في مواطن اخصب بالله. لا تابع للجيش. ولا تابع للدعمة السريع. ولا تابع للأحزاب. ولا تابع للحركات المسلحة. ولا تابع للجيم. في مواطن تابع للسودان ده بس. فواحد بيقول لك. البشير ذينجي له هاي بس. فواحد بيقول لك. اقطع رق هنا في سودان. معناتي نحن حنقود بتاع حرب. الليلة في موقف برهان وموقف ياسر العطى وموقف الكباشي الرافض لتسليم البشير. المواطن المسكين حيكون معهم. وموقف بعض الاحزاب والحركات وجوز من الدعم سريع. الموافقين بتسليم البشير للهاي. دا حيكون مناصر لهم من المواطنين حيكون داعم لهم. داعم لهم يسلقوا هناك. واذا وقعت صدام الداعمين للناس الموافقين يسلموا. والناس الرافضين ايذ الى ييمسوا الكم داك. باستخدمونا ان احنا كوقوت. باستخدمونا ان احنا كنصادة من بينتنا دا الرافضين و zoals المؤيدين. والجنارهات الان الموافقين دا دا ظهر ي Behind the ماتى. والجنارهات الرافضين ظهر ي bicycle는데. نحن بنقع النصادة يا ناس. بنقع النصادس يجب عليك تعرفوا الحالات. ولا عليك تعرفوا كلامنا. لا تدعوا الحقيقية طبعا لكن أنا اضمن لاتوي球 خلال في اني جنوين بناسلمهم كتن باكر ده انشو طوالي بس سموك ونركبهم كماليقين حق الطيارة والله بس سموك نركب الواعي ده غمزين نركبهم مركب وانا ده بيبسوكهم ذاتب المركب ده يوصلنا يغرقنا فوق البحر ده نعم يوصلنا يغرقنا فوق البحر لو تضمن سلامت البلد مرت المزاق